موسيقى موسيقيتنا الشرقية بتتميز بقيلات موسيقية خاصة الجزء الأكبر منها منعرفها بتجسد هويتنا وتراثنا بيبقى في بعض القيلات مشاهدينا يمكن منعرفها بالسمع ولكن بالاسم وبالشكل وحتى بتاريخها بتبقى غامضة وفي بعض الموسيقيين اللي عندهم الشغف والجرأة حتى مش بس يكتشفوا ويتعرفوا على هالآلات إنما كمان حتى يعصفوا عليهم ببراعة مثل ضيفنا اليوم اللي اختار آلة الصنتور رح يعرفنا عليها أكتر ورح يسمعنا إياها مارسال غريب أهلا وسهلا فيك مجور شرفنا انت شاب لبناني موسيقي اخترت الموسيقى كاختصاص بالجامعة واليوم كمهنة بتصور ولكن حبك للموسيقى والفن بتدقل بكتير من أي متى تقريبا مارسال أكيد هي هي الموهبة بتخلق مع الإنسان خاصة موهبة للموسيقى أنا بلشت عمر تقريبا تسع سنين قازو في بيانو وكيبورد على السماع ونطارت لحتى خلصت المدرسة تخترت هذا الاختصاص وفتت على الجامعة تخصصت بالموسيقى يعني عائلة غريب كانت متاخدة بالفنون أو الابن مارسال هو كان الأول بهالمجال لا بالعائلة في جدة يلي هو كمان اسم مارسال غريب بيعزف عود وبيغني وفي في رايبينة يعني رابط الوالد وهي كمان يعني في جو موسيقى وفن في العائلة في جو بس يمكن أنا أكتر واحد هلأ فتت كاختصاص وكمهنة هني كانوا كهوات أكتر نعم بلشت بعمر التساسين قلت الليل عازف على البيانو صح وبعدين الكيبورد ايو او سوا مع بعضهم يعني انت اخترت هالإلي مارسال او العائلة اخترت لك حدا وجهت لا نحكي على البيانو انا اخترت ااكيد واصلينا للآلة الحلوة الموجودة حدنا كان عنا كيبورد بالبيت امت انا صرت اقاض لحالي يعني اكتشفه ولقيت انه عم بتطور وعم بصير على السامع دق الأغاني وشوي شوي كمان بلشت تلحن بعمر الاربع طعش تقريبا كمان هالقد صغير يعني هيدا شي فطرة موجود نعمة من عند الله وعم بشتغلها له وحمد اللي عبيتطور بتعتبر مارسال انه الموهبة خاصة لما بتكون موهبة موسيقية بتخلق مع الانسان اي اكيد كل انسان في موهبة جوته مش ضرورة موسيقية في عدة انواع من المواهب هون دول ما نحن دول ما نكتشفها والنميها دول ما ودور الاهل اكيد هلأ بالتربية المعاصرة كيف تساعد الولاد تكتشف مواهب عندها وتطور ليها انت اكتشفت هالموهبة بعمر صغير وحبت تشتغل عليها اي ما انت حسيت انه مقتني عنا موهبة ولكن بعمر صغير كانت هوية اي ما انت حسيت انه هيدا معقول يكون مشروع جلدي لألك يتحول لمهنة صراحة انا بلشت اعمل حفلات على الكيبورد بالمطاعم وبالمهرجنات قبل ما فوت اتخصص بالموسيقى يعني اتكل على السمع وكانت كتير تكون بريئة الشغلة يعني اكيد بالعلم هلأ وتقررت اتخصص بالموسيقى كانت مثل مخاطرة فينا نقول لانه هوني بلبنان بيعتبروا هيدا الاختصاص في مخاطرة مجازة فيه لانه منه مضمون يعني المردود المادي منه مضمون مثل غير مهن او اختصاصات منه مضمون هلأ انا بعتبر بهالقيام صار مثل كل المهن الاخرى اللي بيكون ناجح بمهنته بيكون مردود المال منيح مبدايا نعم فتت على الكيب انت اليوم بتتكل فقط على الموسيقى نعم نعم هلأ انا تقلك هاي دينا واحدة انجاز اليوم ميسل يعني من عدة سنوات لما كنا نصطديم فنانين اكتر من تسعين بالمية منهم بقولوا عندهم مهنة تانية حتى يقدر يعيشوا منها حتى تأمن لهم هالاستقلاليات يكملوا بالفن انا عم بجارة بكون مكتفة ماديا بس من ورا الموسيقى لانه بحب كون محترف والاحتراف بده وقت وبده تمرين نعم وعم بشتغل بكذا دومان يعني بكذا مجال بقلب الموسيقى مثلا بالتعليم بشتغل نعم بازوف بلحن بحب اذكر انه انا من المحطات الرئيسية بحياة اللي عطتني ثقة انه انا لازم كون بهالدومان هي هيديك السنة انا فزت بجائزة افضل ملحم بين جامعات لبنان دومان التلحين او دومان الموسيقى عامة دومان التلحين كان فيه مسابقة من نظمتها وزارة شؤون الاجتماعية وكان فيه نص مواحد لكل المشتركين من كلمات شعر الله يرحمه ولياس ناصر نعم فارتقت اللجنة وقتا انه انا اجمل لحن كان وهيدا شي عطاني ثقة زيادة بانه انا لازم كون فنان ولازم كون موسيقى ولازم كون ملحم لما كانت تقدم الحفلات بعمر صغير كانت تقدم موسيقى شرقية او غربية لا شرقي انا متخصص اكتر واحساسي بميل للموسيقى الشرقية وهم بعدنا على قيلة البيانو قيلة الكيبور هون في اقول تحدينا على البيانو منقدر نلعب شوية موديرن اكتر يعني انا بميل للموديرن للشرقي بعيد شوية عن الموسيقى الكلاسيكية الغربية عندي اطلاع عليها وعلى تاريخها بس احساسي هو شرقي اكتر مرسال قلتلي انه بلشت التلحين بعمر الاربعة عشر سنة شاب بهالعمر الصغير كيف بيتعلم التلحين يعني وين بتكون البداية هي البداية تلحين هي موهبة موسيقى بتخلق مع الانسان ها اكتر شغل بتخلق على ممكن تقنعني انه العزف ممكن يخلق مع الانسان او الصوت الحلو ممكن ولكن تلحين بده دقة بده الشغل بده تركيز فيه تقنية فيه فيه علم تلحين بحاجة للعلم اكيد لهذا الشي يتطور ويمشي على الطريق الصح بس فيه كتير ملحنين عنا خاصة بلبنان بدنا نوسيح هالنقطة مرسال ولكن راح ننتقل لستوديو الاخبار ونكمل حديثنا نرجع على الحديث بينتنا مشاهدينا مع العازف الموسيقي والملحن مرسال غريب مرسال قبل الوقف كنا عم نحكي عن تلحين هل اليوم مين ما كان بيقدر يطلق عحاله لقب مرحن يعني نعرف من برنامجنا عبر سنين نستضيف شباب كتار بعض المنطلقين بسوق الفن بيكونوا مقدمين اغنية واحدة هن ملحنين وبيطلقوا عحالهم لقب ملحن مما كان اليوم بيقدر يسمي حاله ملحن؟ لا اكيد مش مظبوط هلأ في كل موسيقي يقدر بمطرح يلحن شي معين بس تلحين هي استمرارية والملحن الحقيقي لازم على فترة طويل يلحن الحان ما بتشبه بعضها تيكون ملحن ناجح مش اذا عمل لحن صار ملحن يعني مش عمل واحد بيكفي حتى يطلق على حاله هل على كل انت اثبتت حالك بتلحين اولا بالجيزة اللي حصلت علي السن الماضي وكمان عم بتحضر هلأ عدة ألحان لعدة فننين مظبوط اكيد عم بحضر عدة ألحان مع عدة شعراء فيه منهم معروفين ومنهم مش معروفين وبهمني اعمل شي جديد وضيف لمسة جديدة هالأيلي الموجودة امامنا صارت اهتمامك ما بعرف من قيمة ولكن اسمها السنتور اهلي قديمة جدا بتشبه اهلي منعرفها نحنا بمسايتنا الشرقية ولكن ما بعرف قدي قريبة منها كيف دخلت حياتك ايلة السنتور ايلة السنتور دخلت حياتي بشكل فوجئة بدوجه هون تحية للدكتور هيافي سين هو اللي عرفنا عليها بالجامعة وهو الوحيد اللي بيعزفها بلبنان واللي بيعلمها عطاني الباز لهالأيلي وعرفنا عليها وحببني فيها وانا اتكلتها حيالي واتطورت عبر اليوتيوب والجوجل وعملت ابحاث عنها هلا مثل انا المشاهدين لما شافوها اكيد تفكروا بايلة القانون اللي نحنا بنعرفها بمسايتنا الشرقية قدي قريبة من هالأيلي صح في كتير ناس بي اول شي كشكل هي ترباز إيزوسال فينا نقرب عليها ونشوفها تشرح لي شوي كيف مكونة اكيد السنتور مختلفة بالشكل اول شي عن القانون يعني اذا واحد بيركز بيعرف انه مختلفة تانيا طريقة العزف هي بالمضارب بالقانون بالرياش وبالاصابع صح الصوت مختلف وطريقة يمكن طريقة الدوزان هي بتتشابه لقانون اتناظرة على المضارب ايه اكيد اتناظرة مبارح انا شوي على الانترنت على الايلي وكيف مكونة قديمة جدا يعني التاريخة بعود اكيد او مصدرها لايران لايران وبلاد ما بين النهرين يعني العراق وهي اقدم من القانون وهي بالعالم مشهورة بالموسيقى الفولكلورية بترافق الموسيقى الفولكلورية انا حبيت فوتها على شي مديرن واعزف عليها اشي مديرن يعني من الموسيقى الشرقية اللي منعرفها عملت معضل يعني في نسخات للسنتور بدول كتير حول العالم خاصة بدول الشرق بالشرق بيسموها سنتور باوروبا بيسموها هامرد دالسايمر بيختلف بيختلف صوتها شوية وبيختلف اكيد القطعة اللي عبتنعزف عليها لكن الاوطار هي نفسها تقريبا والمضارب بتجي اكبر شوية من هوا المضارب بس انه الكونسيق هو ذاته بالشكل بتشبه القانون او حتى بالفارم يعني؟ الصنتور؟ لا ما بتشبه القانون القانون بيجي غير شكل كلية كتت عم تخبرنا بدنا نسمعك اكيد عم تعزف علي مارسيل ولكن استاذك استاذك اللي حمسك عليها او هو الوحيد في لبنان اللي كان بيازف هالقالي وانتك بنيت يمكن هالشغف منه واخدت على مسؤوليتك انت انه تطور حالك او تطور هامردتك فيها اكيد بدي اذكر شغلي كمان غير انه هو الوحيد اللي بيازف عليها هو اللي ادخل على لبنان وطور فيها يعني اذا منشوف على الانترنت الصنتور الايراني اصغر من الصنتور اللبناني هو دكتور هياف طور فيها تتناسب مع الموسيقى اللبنانية والعربية حتى غير بتصميمه كبرها شوي بس كبرها وزاد عليها مسيحة للأوتار زيادة طي يكبر مدى الصوت طبعا فينا نسمعها شوي قبل ما نكمل حديثنا اكيد اكيد شو رح تسمعنا رح نسمع تقسيمي على مقام البياتي وغني يتسألوني الناس نعم اتفضل موسيقى 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 المترجم للقناة 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 خصيصاً للسانتور عبارة عن موسيقى للسانتور نحنا نتمنى لك توفيق بكل شيء بتعمله مبسطنا أنه عرفنا على هالقالة لأنه من أهم أهداف برنامجنا أنه يكون في سقافة موسيقية لكل المشاهدين ويمكن هذه من الألات الشرقية تبقى غامضة لأنه ولكن أكيد منها تسفية وأكيد إلى محل بموسيقيتنا الشرقية أهلا وسهلا فيك كمارسل ميسي كتير لك وقفيني مشاهدين ومنتبع